اشتركوا في القناة 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 احطيه. فعشان ننفذ هنعمل ايه زي ما بنقول? هناخده نحطه في وبعدين نروح في كل اليوزرات في نختارهم ونروح على التابة بتاعة البروفايل في كل فيهم. تمام? ونحط في اسم كده يبقى هيتنفذ. تمام? ده اللي عملنا الفيديو اللي فات. وكل الفيديو اللي فات برضو بنعمل ايه? كنا بنكاريت حوالي اربعة تلاف يوزر وحوالي عشرين جروب وتلات تلاف كمبيوتر يعني مجموعة من الحاجات في كل ده من كاريته مرة واحدة عن طريق فالباورشيل سكريبت يا جماعة ممكن يوفر عنها كتير جدا في ان هو يكاريت عدد كبير من اليوزرات وعدد كبير من الكمبيوترات وعدد كبير من الجروبس كل ده مرة واحدة بكماند او بكماندات بسيطة. تمام كده? وكل ده برضو كنا عملنا الفيديو اللي فات وبعدين عملنا ايه بقى? في جروب اسمها بتزير والنورا لينك دي هنعتبر انها يعني دول الناس بتوع هناخدهم ونحطهم اعضاء في تلات جروبات في مهمين جدا. الجروبات دي يا جماعة اللي في دي موجودين يعني ايه? يعني انت لو بتسطب هتلاقيهم موجودين. تمام? اللي هما اسموهم ايه? تمام? انا هخلي عضو في كل واحد من تلات جروبات دي. طيب ليه بعمل كده? عشان لما بيبقى العضو في التلات جروبات دي كده بيبقى له سيطرة كاملة. على كل. المكن اللي في الدومين. وسيطرة كاملة على الدومين. تمام كده? فهمين يا جماعة دي الأختصار شريد. العاز يعرف ليه يدعه لما بحط جروب رقتيه في التلات جروبات دي. بيبقى له سيطرة كاملة على الدومين. وعلى المكن كله. اللي في الدومين. سواء سيرورات يرجع للفيديو اللي هفات. عملنا الكلام ده فيديو اللي هفات. وبعدين زي ما بنقول عملنا تست بقى جربنا نخش بيوزر ونشوف هل اليوزر ده فعلا هيتنفذ عليه اللي احنا قلنا عليه لا هنخش بيوزر عادي خالص ونشوف هل فعلا هيتضاف الكيبورد الانجليزي والعربي وهل فعلا هيحصل كل كل كلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده ولا لا? طيب الفيديو ده هنبتدي نتكلم ان احنا نعمل تمام وقلنا هي اداة مركزية اقدر من خلالها اتحكم في بيئة العمل بالنسبة لليوزر او للكمبيوتر وبيئة العمل هنا ان هي الويندوز وكل البرامج اللي ما تستطعها على الويندوز تمام كده من فاير فوكس جوجل كروم كل الكلام اللي كلمنا فيه ده كل تمام كده طيب عايزين بقى نشوف نجرب وننفذها ونشوف ازاي هقدر هتحكم مثلا على سبيل المثال وهو داخل على الجهاز يلاقي خلفية معينة انا اقيل له عليها او يشوف معينة اقل اقيل له عليها او يشوف معينة اقيل له عليها هنشوف ازاي كلام ده هنعمله مع شوية حاجات تانية طبعا فممكن اوريكم كده زي حاجة بسيطة اه بتشرح موضوع ده احنا في اللاب بتاعنا ده هنكاريت كام مبدئيا في حوالي تمانية مهمين هما دول اللي هنكاريتهم اول واحدة اسمها دفولت دومين بولسي دفولت دومين بولسي دي يا جماعة بيعملها يعني اوتوماتيك كده هتلاقيها موجودة تمام كده طيب دي بتعمل ايه دفولت دومين بولسي دي باختصار يا جماعة دفولت دومين بولسي دي نعتبرها زي الدستور بالنسبة للدولة كده. قواعد عامة او نقول عليها قوانين عامة بتحكم الناس كلها. قوانين عامة. مش تفصيل يعني مسلا قانون عام يقول لك ايه مسلا بتاع الدستور يقول لك مسلا حرية مش عارف رأي مكفولة لكل مواطن. مسلا مش عارف حرية اللي مش عارف ايه. حاجات عامة. مسلا سنقول مسلا ايه? حرية التعليم. مسلا ان كل واحد له تعليم. طيب التعليم بقى ازاي وكده لا في قوانين بتفصلها اكتر بتعرفك. فنعتبر ان دي زي الدستور. طيب يعني ايه يعني عبارة عن ايه ممكن تكون دي فولت دي. يعني عاسمين المسال. اولا دي دي بتتطبق على كل الناس اللي في الدومين. يوزرات جروبات كمبيوترات كل بقى بشكل عام بتتطبق بشكل عام. طيب زي ايه برضو? زي مثلا الباسورد يعني ايه? انا عايز مثلا كل الناس اللي عندي في الدومين يحطوا باسورد معينة متقلش عن سبعة يعني. ويكونوا يعني تكون فيها ارقام وفيها احروف وفيها كذا. دي بتبقى عامة بتتطبق على ال اي تي وغير ال اي تي. على بتاع الحسابات وغير بتاع الحسابات. على بتاع ال اتش ار وغير بتاع ال اتش ار على الكمبيوتر على الوزير على الغفير فدي تعتبر باسورد او او بوليسي عامة. باسورد بوليسي. وبرضو اه حاجة زي ايه? مسلا حاجة زي انا عايز افرد على كل الناس مسلا. انهم يشوفوا معينة على اجهزتهم او يشوف معينة على اجهزتهم او على كل الاجهزة. ده برضو ممكن تعمله. فلو عايز تعمل اي حاجة تطبق على ككل. بشكل عام. ده نفذها عن طريق عايز تنفس حاجة بشكل خاص على ناس معينة يبقى نعمل لها معينة وننفذها على الناس دي. انما من ضمن الحاجات اللي منقول عليها في الحتة الدفولد من بوليسي. اه اه اللي هو الباسورد بوليسي. اه. عايز مسلا لما يجي داخل يشوف اهلا بك مثلا في الدومين كزا. دي برضو هتتطبق بشكل عام على كل الناس. عايز مسلا على سبيل المسال برضو اه فكرة ان انا اه قلنا ان احنا عايزين نغير احنا قلنا لويندوز لما بتستطب. اه على اي جهاز اه الويندوز بيعمل لك اسمه فاليوزر ده انا عايز اغير اسمه من ادمنستريت ولا ايا حاجة تانية. تمام? على كل الاجهزة. ده ممكن برضو عاملو عن طريق تمام? فده بشكل عام واستعملتها. تمام كده? وهناعمل حاجة تانية اسمها دي ايه احنا قلنا ان فيه برنامج انا نزلته بيحول شكل بتاعة الويندوز تاني شكلها غريب اللون هاسود دي يحولها زيها زي شكل القديم الحلو بتاعنا اللي احنا عارفينه ده. طيب دي بتعمل ايه? بتخلي بتخلي معينة تظهر في الكلاسيك شل للآي تي. يعني انا عسلمي مثال هنفز الجروب بولوس دي مين على الاي تي. انه اخلي ان بتوع الاي تي قدر يشوف كل حاجة في الكلاسيك شل. مفتوح لهم كل اللي في البنامج الكلاسيك شل. تمام كده يقدر يشوف اي حاجة بكلاسيك شل يشوف الكنترول بان هليشوف مش يشوف اي حاجة. فدي انا هنفزها على الاي تي. فدي جروب لقم اتنين. في جروب اه رقم تلاتة اسمها يعني ايه? احنا عندنا يا جماعة في الدومين او عندنا بشكل عام في اي شركة او مؤسسة بيبقى فيه ممكن اقسم اليوزرات حسب اهميتهم. ممكن نقول مسلا ايه? اه اه نقول المدرين مسلا رؤساء الاقسام الموظفين السوبرفايزورز او او المشرفين فممكن نقسمهم كده. فانا اشتغلوا عليها انا هتحكم فيها. يعني عسابين مسلا. عايز مسلا المدرين ورؤساء الاقسام يتفتح لهم الانترنت يتفتح لهم والديف دي على اجهازتهم كده مسلا. وعايز مسلا الناس اللي هما السوبرفايزورز اقل شوية ممكن مسلا مايتفتح لهش كل حاجة في الانترنت. يتفتح له مسلا ديف دي مسلا ويتكفلوا كده. عايز مسلا الموظفين العاديين يتكفل وشوفوا مواقع معينة بعينها عال الانترنت مش مفتحة لهم الدنيا بالواسع فكل ده هقدر اتحكم به ازاي في ان انا هعمل جروبات هقسم اليوزرات جروبات هقول مسلا جروب الموظفين هعمل له جروب المدرين هعمل لهم جروب مسلا جروب مسلا جروب مسلا جروب مسلا جروب وبعدين اعمل جروب بولوسي انافزها على واحدة من الجروبات دي يعني عسال من المسال دي هعمل فيها ايه هقفل ال usb وال dvd وهخليها تتنفز على الجروب بتوع الموظفين في فده يبقى كده اسمه او نعتبق ان دي انت عايز تعمليه مع اليوزرات العادية تمام عايز تقفل لهم حاجة عايز تفتح لهم حاجة عايز تقفل عليهم حاجات كتير هنعمل لهم جروب بولوسي ونسميها تمام كده فدي هتتنفز برضو وبعدين عندنا حاجة اسمها يعني ايه هنعرف بعد كده ان احنا هنعمل حاجة اسمها فيه اللبات اللي جاية او في الفيديو اللي جاي يعني ايه فقل يعني باختصار يا جماعة انا عندي مكان مركزي في الشبكة سرفر مكان مركزي وعندي ثمانين objective مثلا عادية في فى hoy فاقول للناس يا جماعة المكان العادي تعالوا حطوا حاجتكم المهمة على الفايل او على السرفر بتاعي فى حتة معينة طمام كده دي فكرة الفايل سرفر بعمل مثلا عسابل على الفايل سرفر ده او على السرفر ده فولدرات لكل اقدارة واقول لالتمانين الماكينة اللي في يا جماعة اللي عايز يسيف حاجته المهمة على يعني اي حاجة مهمة سيفها على الفولدرات اللي انا حطيتها على السيرفر ده. تمام كده? طيب. العملية دي انا عايز اعملية. مسلا. خلينا كده ناخد مثال. انا عايز مسلا. مسلا اصابي المسال. الراجل بتاع الحسابات. لما يفتح جهازه يلاقي الفولدر بتاع الحسابات اللي عرفها السيرفر ظاهر له. ماشي? وعايز مسلا بتاع الاتش ار لما يفتح الماكينة بتاعته يلاقي الفولدر بتاع الاتش ار على الفايل سيرفر موجود. تمام كده? عايز مسلا بتاع الاي تي لما يفتح الجهاز بتاعه يلاقي الفولدر الاي تي اللي على الفايل سيرفر موجود. الفايل سيرفر ده يا جماعة ده عامل زي بنك خزنة. بقول للناس حطوا حاجتكم المهمة عندي. انا كده بضمن ان الخزنة دي متأمنة واقدر اخد منها بكاب وامنها فعشان كده حتة الفايل سيرفر دي ومكان مركزي الناس بتخزن حاجتها المهمة عليه. وانا هعمل لكل ادارة على او هعمل لكل واحد منهم خزنة في اه في البنك ده انهم يحطوا حاجتهم المهمة عليه. وانا عن طريق دي هخلي كل فرض من كل ادارة لما يفتح الجهاز بتاعه يفتح يلاقي قدامه الفولدر بتاع ادارته. بتاع الحسابات يفتح لاقي فولدر الحسابات. بتاع الاتش ار يفتح يلاقي فولدر ايه بتاع الفولدر. وهنتكلم بشكل عام على حتة الفولدرات وايه الفايل سيرفر وازاي نعمل فايل سيرفر وازاي حتة نشاير فولدرات وايه فكرة الفولدرات كله ده كله جماعة هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاء ان شاء الله. بس لازم تعرفوا ان دي هي المسؤولة انه كل واحد من كل يفتح يلاقي الفولدر بتاعه اللي خاص بيه على الفايل سيرفر موجود او الخاص بقدارته. تمام? ونيجي بعد كده دي عكس اللي هي انا في بقفل على حاجات في برنامج يعني عايزوا مسلا يفتح ملي وما لايش زهرة قدامه مسلا او الحاجات دي. فدي حاجة اسمها دي انا بقفل على حاجات معاناة في وعكس الناحة التانية دي بفتح كل حاجة على او برنامج طيب. نيجي بعد كده حاجة اسمها دي اللي بنقول فيها ان انا عندي المديرين ورؤسائي الاقسام والمشرفين عايز اعمل لهم جروب بولسي لوحديهم. تمام? اللي هي يتفتح لهم اه يتفتح لهم حاجات معينة عكس دول مقفول عليهم كل حاجة. والجروب بولسي دي بفتح لهم كل حاجة. وهاخد جروب هاخد جروب عندي في بتاعت المديرين واربطها بالجروب بولس دي. وهنفق بعد كده عشان جروب بولس تتنفز اشروطها. اشروط. تمام كده? فدي عكس دي هنقفل على اليوزارات او الموظفين العاديين. ودي جروب بولسي هتفتح للمديرين ومسلا رؤسائي الاقسام. تمام? وفي الاخر خلاص في حاجة اسمها ايه ده بي سوس جروب بولسي? مبدأين ايه ده بي سوس? ده بي سوس يا جماعة هو عبارة عن مكان مركزي مسئول انه هو يروح موقع مايكروسوفت وينزل تحديثات كل انظمة الويندوز اللي عندك في الشبكة. وياخدها وينزلها عنده بعدين يوزها على المكن اللي عندك في الشبكة. تمام كده? لو في حالة طبيعية لو انت مسلا عندك في البيت الويندوز اوتوماتيك كل فترة كده مع نفسها بتروح رايحة موقع مايكروسوفت وتجيب التحديثات بتاعتها اوتوماتيك لوحدها. الكلام ده طبعا ماينفعش في حالة دومين دومين عندك تمانين تسعين مكنة لو كل مكنة مدور راحت مع نفسها وجابة التحديثات هتلاقي انت عندك اتخنق والدنيا كلها وقت. فالسهل ان انت تعمل ايه ان انت تعمل سيرفر هو المسؤول انه هو يعمل يجيب التحديثات بتاعت كل الانظمة بشكل دوري وبشكل منتظم وممكن تخليه جيب التحديثات دي اه لما كون الدنيا بالليل مفيش شغل الانترنت مفيش شغل الموظفين فيبقى النت مش هيتسحب او مش هيبقى له تأثير تمام كده وبعدين توزعها على المكن والسيرفرات وحنشوف ده كمان شوية هتكلم عليه فكده احنا عندنا ايه عندنا واحد اتنين تلات اربعة خمس ستة سبعة يبقى جروب بولوس دي بتعمل ايه بتبلغ المكن والسيرفرات يا جماعة اللي عايز يجيب تحديثات لانظمته بلاش يطلع الانترنت يروح يكلم السيرفر اللي اسمه كزا بتاعه كزا مش كده دول كان بولوسي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دول سبعة جروب بولوسي مفروض ان احنا هنفزهم في اللاب ده في منهم دي متكرياتة اوتوماتيك زي ما بنقول طمام كده دي متكرياتة اوتوماتيك طيب عايز اتكلم على بشكل خاص كده نتكلم يعني ايه او ايه فكرة عشان بعد كده لما نيجي ننفزه نبقى عارفين هو بيتكلم عن ايه نيجي هنا واه جماعة دلوقتي انت عندك في البيت مسلا عندك اربعة جهزة جهاز باباك مسلا وجهاز اخوك وجهازك انت وجهاز اختك مسلا سمي المسال كل واحد من دول عليه ايه عليه ويندوز وعندكم دي السائل في البيت كلكو طلعين انترنت وكل واحد مع جهازه كل واحد مع نفسه تمام كده بيعالج يعني كل واحد مسؤول عن جهازه مسؤول عن نفسه طيب الاجهزة دي عايزة تروح الانترنت عشان يجيب تحديثات كل جهاز من دول هيروح رايح الانترنت تمام يجيب تحديثات لجهازه ويروح ده يعني الجهاز يروح رايح الانترنت مكلم موقع يجيب بقى شوف هو السيستم بتاعه ايه بالزبط وينزل التحديث بتاعه تمام كده طيب كويس قوي نلاحظ هنا ايه بقى ان ممكن كلكو يكون عندكو سيستم واحد حلو كده انا افتقد ان كلكو عندكو ويندوز تين ويتصادف ان انتو هتنزلوا نفس الابديت تمام كده يبقى ايه اللي هيحصل هنا ان في ابديت واحد هينزل اربع مرات يبقى كده تكرار مالوش لازمة تكرار مالوش لازمة طب ما انا نزله مرة واحدة وسطبه على المكان كله فده كده معناها تكرار تنزيل الابديت وحاجة كمان ممكن كلكو في نفس الوقت هتخشوا تنزلوا تحديثات فكده الانترنت عندك هتتخنق تمام كده فاحنا عندنا دلوقت تكرار التحديث والانترنت هتتخنق وفي نفس الوقت خدوا بالك التحديث ده ما ها بياخد مساحة من على الاجهزة هنا يعني بينزل على هاردسك تاعة الاجهزة فكده برضو اه بضايا على المساحة اللي يخليني اشغل من كل جهاز جزء من هاردسك بتاعها في ننزل تحديث ممكن يكون يعني ممكن ننزله مرة واحدة اللي خليني نزله اكتر من مرة واخد حيز من الهاردسكات بتاعتي مالوش لازمة تمام كده? فده اسمه فهنا الانترنت بيتخنق وهنا ممكن انت حديث تنزل اكتر من مرة فكده في يعني اهضار كبير قوي للانترنت واهضار للمساحة واهضار كمان ليه الوقت? ليه اعمل كده? ليه اشغل نفسي واشغل الوقتي واشغل الانترنت في ان انا اعمل حاجة اه متكررة كده. فحلها ايه بقى? ده في حالة لو انت في دي السل في البيت ماشي. لو ما ده ممكن تمشي. واخبالك ازاي يعني عادي? مقبولة يعني. انما في حالة دومين وعندك تمانين مكنة. تخيل عندك تمانين مكنة داخلين يجيبه تحديثات في نفس الوقت. وكمان بيدخولوا بلاش نفس تحديثات في نفس الوقت بيخشوا ينزلوا تحديثات في نفس الوقت. تمام? الدنيا هتدخنق عندك. فحلها ايه? حلان احنا نعمل سيرفر. والسيرفر ده هنسطع علي حاجة اسمها ده بيصص. خصية اسمها ده بيصص. والسيرفر ده عنده هاردسك. هاردسك بتاع السيرفر. هيروح السيرفر راح الانترنت. منزل التحديثات. ينزلها على الهاردسك بتاع السيرفر. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. نزل التحديثات كلها. وبعد كده يحصل ايه بقى? انه هو يتولى توزيع التحديثات دي لمين? للمكن اللي عندك في الدومين. هنبص كده ده عليها مثلا ويندوستين اهو. هو هيتولى ايه نوع يبعد التحديثات دي للناس. يبقى هنا عندنا حاجة صريفة جدا. هو مكان مركزي واحد بيوزع التحديثات. وهو جهاز واحد بس بيخش ينزل التحديثات مش اكتر من جهاز. وممكن تخلي ده بصص ينزل التحديثات دي لما يكون مسلا الناس عندك مششغلين الساعة اتناشر بالليل. الساعة واحدة لما يكون مفيش شغل. فكده انت بتوفر كمان الانترنت. تمام كده? طيب انت بتوفر الانترنت. تمام? وكمان حتى لو انترنت مش هتوفرها بس ممكن تخلي تحديثات تنزل في وقت الناس مش شغالة. فده مكان مركزي. وهو واحد بس. وهيوفر عليك انترنت بشكل كبير. فده الفرق او ايه فكرة انه ننزل ده بيصص. سيرفر احسن من انا اشتغل دي اسل. طبعا دي اسل دي لو عندك عدد قليل فده يمشي الحل ده. انما لو في دومين وفي عندك اكتر من عشرين مكانة مسلا يبقى ده احسن بالنسبة لك. طيب. نيجي الحاجة كمان. احنا قلنا دلوقتي ان احنا المكان ده هيعرف ان هو لازم يكلم عشان يجيب التحديثات بدل ما يروح مع نفسه هو يطلع يجيب التحديثات من مواقع ماكرسوفت لوحده يعني دي عن طريق جروب بولسي. تمام كده? وهنشوف برضو في السلايد اللي جاية الفكرة. دلوقتي ادي السيرفر اهو. تمام? وادي الهارد ديسك. وادي المكان. تمام كده? ده برضو نفس الفكرة اهو. ده في دومين. مسلا ودي خدوا بالك جماعة. احنا دلوقتي فين? دي مكان عادي. ومحطوطة في في فولدر اسمه تمام? وفولدر تاني اسمه تمام? فالمكان ده كله في في الحتتين دول. تمام كده? هنعمل ايه? هنخلي جروب بولوسي تتنفذ على الفولدرين دول. كل وكل جواهم. الجروب بولوسي بتقول ايه? بتقول يا جماعة. يا مكان. يا عادية من السيرفرات. لو عايزين تكيبوا تحديثاتكم. لو سمحتوا روحوا وكلموا. دي هنا بتقول له اسم السيرفر والاي بي بتاعه. تمام كده? فهيروح السيرفر رايح الانترنت. منزل التحديثات. تمام? وبعد كده ايه? هيروح منزلها للنس. تمام? ده بالنسبة 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 للسيرفرات. الموضوع هيختلف. وهقول لكم اختلف ليه? دلوقتي ادي السيرفرات ايه? عليها مثلا وانتو السيرفر عفين وستاشر. هيتعمل لها ودي محطوطة في اسمه سيرفرات. تمام? هنعمل لها جروب بولوسي تانية. عكس دي او مش عكس دي بعيدة عندي. الجروب بولوسي دي هتعمل هي? برضو هتقول للسيرفرات يا جماعة اللي عايز. يجيب التحديثات بتاعته. يروح يكلم السيرفر ده بيصص السيرفر اللي اسمه كزا والاي بي بتاعة وكزا. تمام? طب واحد يسأل. طيب ما دي? الشبه دي? دي بتقول نفس الكلام ديقوله نفس الكلام. لا. فيه اختلاف. فيه اختلاف. ايه اختلاف? ان دي بتقول اه السيرفر ده بيصص اسمه كزا والاي بي بتاعه كزا. ودي اه بتقوله ده بيصص عبيبتاها كذا واسمه كذا بس في حاجة هنا اضافية وحاجة هنا اضافية هنا البولوسي بتقول ازاي التحديثات هيتم معالجاتها يعني ازاي يعني مين اللي هينزل التحديثات من اللي هيصبط بالتحديثات من اللي هيراستر المكن لو المكن احتاج ريستارت بعد الابديت ده هنا بيقوله بيقوله بطريقة ونحة تاني بيقوله بطريقة تانية تمام طيب ايه بقى هقول لكم الفكرة في ايه ليه ده مختلف عن ده هشرحه دلوقتي حيالا بقى الرسمة اللي جاية خلينا كده نكمل الموضة نيجي انت عندك في البيت دخلت دلوقتي على ما كان عندك او ما كانتك اللابتوب هتدخل على الويندوز تقوله يقول لك انا لقيت شوية تحديثات اهي تروح انت يعني عشان ينزلهم وبعد كده بعد ما يعمل لهم تروح عشان يبتدي يسطبهم وبعد كده لو احتاج انت هتدوس على كل ده مين انت اللي هتعمله في البيت عندك في البيت هتعمل انت كل الكلام ده مع نفسك تمام كده في حالة الموضوع مش هينفع ان انا سيبه لليوزر ان هو يعمل الكلام ده اولا اليوزر ممكن ما يكونش فاضي وسانية ممكن يسح عليه فانا هعمل ايه الدامولود بتاع الابديت والانستول بتاع الابديت والرستارت بتاع الماكنة كل ده انا هخليه تعمل اوتوماتيك لليوزر او يتعمل اوتوماتيك خدوا بالكو عشان احنا عندنا وصيربر هخلي الورك ستيشن او المكان العادي اللي في الدومين عندي اللي هو موجود في الفولدرين دول الجروب بولس دي هي هتقول اه او هتنزل التحديث وتستابه وتعمل رستارت اوتوماتيك لليوزر مش هعمل ايه حاجة خلص تمام كده اوبشن اسمه اوتو دامولود انسكيدول ده انستول يعني بيختصرش دي جدا الداونلود والانستول والرستارت كل ده اوتوماتيك هتعمل اليوزر من غير ما يتدخل اوه تمام كده دي جروب بولس بتاعت الده بيصص اللي هتعمله بتاعت الورك ستيشن نيجي للسيرفرات ايه الفرق بقى في السيرفرات هينزل التحديثات للسيرفرات اوتوماتيك بس الانستول بتاع الابديتس دي والرستارت بتاع السيرفر انا اللي هعمله انا كادمن او كادمنستريتو ليه بقى السيرفرات دي لازم تكون يا جماعة اللي شغال في شركة عنده مسلا سيرفر عليه اه ابليكيشن حسابات مصر بتاع الحسابات وسيرفر تاني مسلا عليه ابليكيشن بتاع او السيرفر عليه مسلا الفايل سيرفر اللي هو الناس بتحط عليه حاجاتها المهمة واحد تاني عنده تالتة على سيرفر تالي فالسيرفر دي لازم تكون دايما شغال اربع عشرين ساعة وما يفعش انها تقع لو هتقع لازم ان انت ببلغ الناس قبليها فترة كافية عشان لو بيعملوا شغل على السيرفرات دي يطلعوا او يخلصوا قبل انت ما تعمل آآ آآ ريستارت او قبل ما الدنيا تقع ففي الحالة دي بقولوا ايه لا نزل لنا التحديسات وانا هعمل انستول لتحديسات دي وانا هعمل ريستارت انا اللي هحدد ريستارت تعمل امتى بحيس ان انا بلغ اليوزرز يا جماعة اللي شغال على الابليكيشن الحسابات يخرج دلوقت عشان هعمل ريستارت للسيرفر فيجهزوا نفسيهم بحيس انها ما اقطعش على حد يا جماعة للشغال على الفعل السيرفر حطت شوية ملفات شغال عليها يخلص شغله على السيرفر ده عشان هعمل ريستارت عشان فيه تحديسات ده اسمه يعني اعمل بس وسبنا انا ايه اللي انا هنفز الكلام ده تمام كده طيب الشكل بتاعه ايه ده الجروب بولسي او ده الشكل الجروب بولسي اللي فيها بكتب بقول له اسم ده بيصو السيرفر ايه ده هيتنفز سواء على على السيرفر تمام وده الاوبشن اللي هو هنا بقول له لو سمحت نزل التحديسات وصدت بالتحديسات من غيرانا ما تدخل تمام كده وفي اوبشن تاني اللي هو ايه لا هنا بقول له نزل التحديسات واستننا اللي انا هعمل لها شفتوا الفرق ما بين دول فرق ما بين ده وده فده هيتعمل وده هيتعمل للسيرفرات فده جماعة باختصار شديد اه فكرة وهو بيعمل ايه ويزبط ازاي؟ تمام كده؟ عايزين بقى نخش دلوقتي نشوف الكلام ده هيتنفز ازاي؟ عايزين نعمل جروب بورسي ونطبقها ونشوف ازاي ان انا مسلا لما كيوزة لدخل عايز اشوف الخلفية دي مسلا على كل المكان اللي عندي في الدومين وعايز اشوف سكرين سيفر معينة وعايز اشوف مسلا كل الكلام ده كله نشوف هنعملو ازاي دلوقتي فنبتدي بصوا جماعة هنجي كده هوا عني نمشي كده كمان نجي في نوصل في المنطقة دي احنا شرحنا الكلام ده كله نيجي هنا بقى ايه ننفز الكلام ده ونشوف هيتنفز ازاي انا يا جماعة ده تمام هندخل دلوقتي وطبعا يا جماعة برضو معلومة معينة اللي احنا هننفزها دي يعني مش هعمل ايه يعني مش هروح اقول له اعمل جروب بولس جديد وعدين اخش اقوم بتدي اصطابها لا 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 انا عندي جروب بولس دي جاهزة من اللاب سابق طلعتها وعملت لها حاجة اسمها اكسبورت كل اللي هيحصل لانا هاخدها وعمل لها امبورت في اللاب ده بحيث انها على طول اعمل لها امبورت جوه تشتغل على طول مش هحتاج لخش اكون فيجر الجروب بولسي واحدة واحدة تمام كده طيب هتتعمل ازاي بشكل مباشر ما ينفعش تروح مسلا على جروب بولس تقول له لو سمحت انا عندي سبع جروب بولس جاهزين خدهم حطهم في الدومين ده مش هينفع بطريقة مباشرة تمام طب ايه الطريقة الطريقة غير مباشرة ان انا بروح اقول له لو سمحت انا هعمل سبع جروب بولسي فاضيين سبع جروب بولسي فاضيين وبعدين جوه كل واحدة من جروب بولسي الفاضية دي هقول له لو سمحت روح خد لي بتاعتك من جروب بولسي الجاهزة اللي انا عملها تمام هنشوف الكلام ده هتعمل ازاي هعمل سبع جروب بولسي اساميهم نفس اسامي السبعة اللي هم جاهزين. يعني هنعمل سبع جروب بولسي فاضيين. فاضيين اساميهم هي هي نفسها نفس اسامي السبع جروب بولسي المليالين اللي جاهزين اللي انا واخدهم من لاب سابق. تمام كده? وبعد كده هنفتح كل جروب بولسي فاضي. هنقول له لو سمحت جيب لي بتاعتك من الجروب بولسي المليالة. هنشوف الكلام ده كله هيتعمل ازاي? اهو. اعتقد احنا كده هنكمل. ممكن نكمل كده. اهو هنخش بليزر اسمه كريم رعوف. وطبعا ده اللي هو الحاجات اللي هتتنفذ على اليوزرات وجمع ما تيلاقوش اول ما هننفذ اه شوية حاجات في جروب بولسي الشكل ده او ده او الرسالة دي مش هتظهر لي تاني. عشان بس لحد يقول لي طيب افرد يوزر قال له نو وما تنفذ ليش اللي هيبه كده ساعتها مش هيتنفذ. لا احنا هنمنع اليوزر ان هو يطلع له الشكل ده. هنقفل حاجة اسمها يوزر اكسس كنترول. ودي طبع لازم تقفل بحذر ان ليها شوية معايير. المهم هنروح على اللابتوب بتاعي عليه الجهزة دي. فهروح اخده من اللابتوب بتاعي احطه على الماكينة الوهمية دي. وقلنا ان فيه مفتوح او فيه اتصال مفتوح ما بيني وبين اللابتوب والماكينة الوهمية. وده بيساعدني في البي ام واركستيشن برو او اسمها دي او مارفل دومين هاخد منها دي اللي هتتنفذ. وبعدين هناخد هناخد منها ونحطها عندي على الماكينة الوهمية دي. ونقول له بيست. تمام وهناخد شوية اللي احنا جمعناهم وشقينا فيهم طول كام لابل اللي فات او كامل الفيديو اللي فات ناخد منهم كوبي هاخده مع اللابتوب عندي هاخد منهم نوص غير. تمام? فاشوف يا جماعة السهولة يعني فيه اتصال ما بينكم وبين اللابتوب او الماكينة الوهمية واللابتوب او الهوست والجست زي ما شرحنا قبل كده. فيه اتصال مباشر يعني موضوع سهل. عكس الهايبر في موضوع صعب جدا يعني محتاج ان انت تلف كده لفة ملاش لازمة. برضو فيه موضوع سهل شوية بس برضو ده يمكن اسهلهم واكسرهم شياكة يعني في الشكل. طيب وهنا برضو اعزين نعمل ايه? لو تفتكروا قلتلكوا ان انا في الفيديو اللي فات ان انا عايز اخلي ناس معينة في تخش على مكان معين في يعني على سبيل المثال عايز اه اليوزارات بتاعتين الحسابات تخش على مكان الحسابات. يعني مش عايز اي حد من بره الادارة بتاعه يخش على مكانة مش تابعة ادارته. يعني مش عايز مسلا راجل بتاعه بتاعه يخش على المكان بتاع الحسابات. كل واحد يخش على مكانته الخاصة بيه. وعملنا سكريبت. ايه يعمل الكلام ده? طمام? فعايزين بقى نتست احنا نسينا السنة الفيديو اللي فات نشوف الموضوع ده تنفز ولا لا? احنا عملنا سكريبت ينفزه بس ما شفناش اه فين بالزبط. طلق ايه? او تنفز ازاي? فهوريكم دلوقتي هو مكانه فين? ايه دي الاجهزة? تمام? فاحنا عايزين يوزارات معينة. واخباركو ازاي تخش على مكان معين. زي ما قلنا كده. طب واحد يقول لي طب ما تخلي بتاع الاتش ار يخش على مكانة الحسابات. لا. فانا مش عايز يخش على مكانة الحسابات. انه ممكن يكون يعمل حاجات انا مش عايزها. طب يكون له صلاحيات. يوزر الاتش ار ده له صلاحيات. يدي لي بتاع الحسابات يدخل به مثلا مثلا عسابين مثلا راجل بتاع الاتش ار ده مثلا يقدر يخش الانترنت. فيروح مثل في اليوزر بتاعه راجل بتاع الحسابات يدخل هو من انترنته بعد كده عادي. وانا ما عارفش. لا انا عايز كل واحد يخش على مكانته بس. تمام كده? طيب. نيجي دلوقتي مثلا ادي يوزر معينة اهو. لو فتحنا. فين بقى حتة انه يخش على مكانة معينة بالاسم دي? هوريكم بتتجاب من ايه? لو فتحنا نفسه. ومعدين رحنا على تابة اسمها اكاونت. في حتة اسمها اهو. بصوا يا جماعة اه دي اهو. ده كل المكان المسموح له يخش عليه. يعني كل الاجهزة. ده اسامي الاجهزة اللي هيدخل عليها. ممكن مسلا ده راجل مسلا يخش على مكان. بس مسلا يا حسابيني مثال. فدي مفيدة جدا في ان انت عايز تكنترول مين يخش علي ايه? فدي ممكن انت تتحكم فيها بالطريقة دي. طبعا احنا كده خلاص تأكدنا من المعلومة دي. نخش بقى ايه? نبتدي. نخش على بقى ونبتدي ايه بقى? هنعمل ايه اول حاجة? هنعمل سبع نفس عدد اللي كنا نتناقش عليها سبعة فاضيين بنفس الاسم. فاكرة ما قلنا دي كل ده هنعمل سبع دلوقتي. جوه يبقوا فاضيين. تمام? بنفس الاسم. اهو يعني ملاحظ هنا مسلا اهو ادي الاسامي هي. اخد اسم كل واحدة فيهم. واعمل واحدة فاضية. دول مليانين. تمام? هعمل هنا فاضيين بنفس الاسم. تمام كده? اهو ده مسلا اهو. وبعدين هنعمل بالزبط واحدة واحدة كده هنعمل واحدة جديدة. تمام? ونقول له نيو. ونعمل واحدة. تمام? وبعدين اه هنعمل حاجة معينة برضو هنسميهم هنا كلهم. بس خلينا برضو اقول لكم يا جماعة حاجة انسيت اقولها لكم بس خلينا ايه? نمشي برضو كده مع بعض. هنعمل كل دي بالاسامي. تمام? وبعدين هنكمل حاجة تانية. ماشي هنعمل سبعة كل دول فاضيين. تمام كده? كل دول فاضيين. تمام كده? هنعمل بتاعة المابينج. تمام كده? وبعدين كده عملنا ايه وتلاحظوا ان كل دول فاضيين. دي حاجات فاضية لسه ما فيهاش حاجة. تمام كده? وبعدين بعد ما نعملهم هنقول لي بقى ايه? يعني بعد ما نخلصهم نقف على كل واحدة ما نقول لو سمحت جيب لي بتاعتك من جروب جهزة عندي. ومكانها في الحتة الفلانية. تمام كده? هنا ده بصوص بولوسي. نسيت بس اقول لكم على حاجة يا جماعة معلش. طيب. عشان تتنفز لها شروط. دي برضو نسيت اقول لكم عليه. مش رؤة انجروب جروب بولوس بتنبز? عشان تتنبز لها الكام شارت دول. خلينا اقول لكم عليها برضو عشان لسينا الاولا. دلوقتي انت عندك جروب بولوس يا سيقري9 وهو ده مسلا تمام? تحتي فولدر انا حاطت فيه pernah against time. تاني حاطت فيه الاي تي مسلا. وفولدر تاني حاطت فيه الكمبيوترات او الصيد. دول فولدرين فيهم كمبيوترات. تمام كده? وفولدر في تاني في السيربرات وفولدر تاني في اليوزرات. تمام كده? طيب. عشان تنفذ لازمها شرطين. تمام? عشان تنفذ وكل دول تحت دي. تمام كده? يعني ده اه فولدر اساسي وتحت الفولدرات دي. عشان تتنفذ هتنفذ مسلا دفولت دومين بولسي. عشان تتنفذ لازم انها تتربط بفولدر. يعني لازم تتربط بفولدر. طيب. ده كفاية? لا. يعني لازم تكون مربوطة الفولدر هتنفذ عليه. وايه اللي هتنفذ دي هتنفذ على ايه جوه الفولدر? يعني ع سبيل مسلا الفولدر ممكن يكون جواه جروبات. ممكن جواه يوزارات. ممكن يكون جواه كمبيوترات. فجروب بولسي عشان تتنفذ لازم تقول له. هتنفذ على ايه. تمام? هنشوف دول قتي مسلا الاتنين جروب بولسي دول انا اقايل له لو سمحت نفذهم على كل الناس. وكل الفولدرات وكل حاجة جولف والدراط تمام كده طيب نيجي بقى مثلا نخلينا اكثر تحديدا شوية هنيجي مثلا ننفذ التلاتة دول على ده قلنا هتتنفذ عالكل فهو هيتنفذ عليه برضه هتتنفذ عالكل فهتتنفذ عليه دي اللي فيها كلها هقوله ايه لو سمحت انا عايزك تنفذ هادرجپوليسي دي ده قد تفولت دوتو مابين شايف مابين جروب policy على accessible على الفولدر ده وعلى جروب معين ده فولدر ده 4 على جروب معينه ده ده لايه اسمها authenticated users تمام يعني ايه authentication uses يعني اي حد بخش آآ بباس ورد مظبوطه يعني مفروض بيته찾ت في الجروب دي. تمام كده يا جماعة? طيب. احنا قلنا عشان تتنفذ لازم حاجتين. اللي هتتنفذ عليه. اللي هتتنفذ عليه. يعني ايه اللي هتتنفذ عليه? يعني ايه اللي هو هنا? اللي هتتنفذ عليه بيهو الفولدر ده? على ولا على ولا على ايه بس الظبط? تمام كده? طيب. احنا قلنا مسلا ان التلات جروبات دي. هتتنفذ على اسمها دول اي حد له مصبوطين ودخل الدومين بيتحط في الجروب دي يعني تقريبا كل الناس نجيب مثل عندي يوزر في بتاع الاي تي وعندي يوزر اه 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 الاكتف بتاع الاتش ار نخبنا يا جماعة ان الفولدر ده جواه بتوع الاي تي بس يوزرات الاكتف اه اه بتاع الاي تي بس والفولدر ده جواه كل اليوزرات البقية طيب نيجي دلوقتي نختار يوزر بتاع اي تي ويوزر بتاع اتش ار نشوف هيتنفذ عليه كم واحدة من دول اول حاجة يوزر الاي تي هل هو في الفولدر ده اه يبقى تمام يبقى منفروض انها ايه اول شرط كده تحقق طب قوي الراجل بتاع الاي تي عضو اه يبقى هيتنفذ عليه تلاتة دول تاني طيب الراجل بتاع الاي تي هل هو في الفولدر ده اه واحنا اصدر ربطين التلاتة بلسة دول بالفولدر ده فيبقى كده اول شرط اتحقق تمام طيب هل هو عضو في اه هو عضو في يبقى هيتنفذ عليه تلاتة دول يبقى كده ايه راجل اي تي اتحقق فيه الشرطين ان هو جوا الفولدر ده وان هو جوا الجروب ده اللي انا محدده طب قويس اول نيجي اللي بتاع الايتش ار الايتش ار جوا الفولدر ده لا هوش هنا هو هناك يبقى اول شرط متحققش تمام كده طيب هل هو عضو في او عضو في ان هو له مزبوطين فلو دخل بهم صح في بيتحط في الجروب دي يبقى واحد مش شرطين متحققش يبقى راجل بتاع الايتش ار لا هيتنفذ عليه لا ده ولا ده ولا ده بس اخدوا بالكم في نقطة الدول دول بيتنفذوا عالكل يعني هو هتلاقي مسلا هنا ان المابين والديفولت هيتنفذوا على الراجل ده فلا هيتنفذ عليه دول بس اللي مش هتنفذ عليه هي دي ليه بقى لان دي مربوطة بدا بشكل العموم يعني دي مربوطة بدا مش مربوطة بالفولدر ده تمام وهو صحيح بس هو مش في الفولدر ده بس نفهم 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 القصة دي مربوطة بالفولدر ده فلازم عشان تتنفذ لازم يكون في الفولدر ده ولازم يكون في جروب معينة ناقيل له عليها تمام كده فهي كده يبقى احنا ايه ربطنا ان اي واحد لازم يتنفذ عليه ايه لازم يكون الجروب بوليس يتنفذ انها تكون مربوطة بفولدر ومربوطة بجروب تمام كده نيجي لترمينارز مثل ده بيصص ده يتنفذ على عادي جدا مفيش اي مشاكل الدنيا ماشية تمام لحد اللحظة دي تمام كده ده برضو ماشي وحواريكم مثل تاني برضو حيبان قوي اللي انا بتكلم فيه تمام العملية ماشية تمام من اهو ايو يا بابا ثانية واحدة دي يا جماعة ثانية واحدة نكمل يا جماعة معلش هنيجي هنا اهو عشان بس مكان ما وقفنا هنا هنيجي هنا اهو وكنا شرحنا انه كل لازم تتنفذ على مكان معين وعلى معينة على يوزر على جروب على كمبيوتر طيب هنيجي بقى في مثال واضح قوي اللي انا بقوله ده هيوضح قوي في الحتة دي اولا بجمع اخدوا بالكم في حاجة اسمها ديفولت ودومين كنترولر بولوس دي اولي برضو برضو اكتف داريكت بكاريتها لك اوتوماتيك ودي بتتنفذ على كنترولر بس طبعا كده برضو نفس القصة ماشية مع هنا كده طيب نيجي لدول بصوا في كم جروب بولوسي في هنا عندنا اه كلاسيك شيل بولوسي ليميتد وادبانس يوزر جروب بولوسي ودفولت يوزر جروب بولوسي كنا شرحنا كل واحدة من دول بتعمليه وعندنا جروبين في الاكتف داريكتور واحد اسمه ديفولت واحد اسمه الديفولت ده جواه اللي هو الموظفين العاديين والادبانس ده جواه من رؤساء الاقسام والجي امات تمام كده؟ الفولدر ده جواه كل اليوزرات جي امات على على موظفين عاديين كلهم في حتة واحدة طيب ازاي جروب بولوسي هتعرف انها تختار او انها تدور في الفولدر ده على الجي ام وتنفذ عليه جروب بولوسي معينة او على الموظف المعين وتنفذ عليه جروب بولوسي معينة اللي هيحصل كلها دي ان انا هقول له لو سمحت التلاتة دول تنفذوا مع الفولدر ده ماشي؟ التلاتة دول تنفذوا مع الفولدر ده بس تيجي بقى ايه تيجي ايه لازم ان عشان يتنفزو لازم يكون عضو عنا سابقا المثال مثلا اه ان عندك لازم يكون عضو عشان تتنفز عليه و تمام كده يعني دلوقتي نيجي مثلا عام دائما بلا مسال للمسال بتاعنا برضه عليكم مشان معي بس هنا مسلا على سابقا الموظف عادي هتطبع عليه دي ودي والجي ام هيتنفز عليه دي تمام علش نرجع تاني للحتة دي يا جماعة بس عشان ايه اتهت مني سواني نيجي للمسأل بتاعنا الحتة بتاعة الجي ام والبتاع سواني هنيجي هنا تمام طيب نيجي للمسأل بتاعنا انت عندك موظف عادي من الحسابات وعندك رئيس قسم الحسابات عايزين نعرف ده هيتطبع على ايه من جروب والوس اس دي نيجي الاول نفسنا سؤال موظف الحسابات العادي هل هو في الفولدر بتاع اه طيب هو عضو في اني واحدة من دول من اني جروب من دول في هو عضو في يبقى هتتنفذ عليه دي هتقفل ودي هتقفل حاجات في طيب حلو كده نيجي لرئيس قسم الحسابات رئيس قسم الحسابات هل هو موجود في الفولدر ده اه موجود في الفولدر ده طيب هو عضو في اني جروب هو عضو في يبقى هتطبع عليه بس ولا دي ولا دي هتطبع عليه تمام كده يبقى احنا هنا حكمنا بانه تتنفذ بناء على عضوية في من جروبات صحيح هما كلهم في حتة واحدة صحيح ان تماما ستنفذ على ده كله بس مش على كل الناس في الفولدر على ناس معينة في جروبات معينة فدي يا جماعة شرط اي لازم تقول انا هنفذها على اي اي فولدر وعلى اي او على اي نوع الحاجة اللي هتتنفذ عليه هل هو يوزر هل هو جروب هل هو كمبيوتر فده يعني سيت اقوله فده برضو باختصار نسيت اقولها لكم فاحنا خلينا بس برضو ايه عايز بس اتأكد من معلومة صغيرة خليكم معايا كده المهم يا جماعة نكمل هنا هنبتدي بقى ايه خلاص مسكنا واحدة واحدة الفاضية اهو هنقوله بعد كده تمام وهروح على الفولدر اسمه اه ده اللي هو فيه بتاعت الجهزة وقوله لو سمحت هاتلي بتاعتك او هاتلي بتاعت البتاع الفاضية دي من الفولدر ده حطيلي الجروب بولسي المليانة وصبها لي على الفاضية تمام وهنشوف دلوقتي لما نجي نختار الفولدر اهو وقوله اوكي وقوله نكست هيقول لي اه استنى عندك اهو انا عندي كزا جروب بولسي جاهزة وكلهم شغالين ومليانين هختار المليانة وتصب على الفاضية المليانة تصب على الفاضية المليانة تصب على الفاضية تمام كده ده بشكل ايه يعني بشكل مبسط قوي وبلغة بسيطة قوي يعني معلش اللغة الدرجة بس هي ايه هي كده الاسهل المليان يصب على الفاضي تمام كده بس وهنشوف بعد ما نعمل دين لازم هنربطهم بفولدرات وبجروبات طبعا كده عشان كل جروب بولوس لازم تتنفس كده يبقى ليها وليها تتنفس عليه تمام واحدة واحدة كده هقوله وشارحنا كل واحدة من دول معناها ايه تمام طبعا الديفولت ده من بولوس يا جماعة في معلومة صغير عايز اقولها احنا عندنا واحدة جاهزة تمام بس ودي تعتبر فاضية نوعا ما بس انا اما لو افضل ان انت تجيب جروب بولوسي جاهزة جروب بولوسي جاهزة وتحطها على جروب دومين بولوسي او ما تجيبش الدومين بولوسي من لفات او من دومين شغالة ومليانة وتحطها عندك على الدفولت اللي اللي عندك انت شغال عليها دلوقتي لأ بنكمل يا جماعة احنا انا بنقول ان احنا هنبتدي خلاص هنعمل اليمبورت لكل جروب بولسي بس قلنا الديفولت دومين بولسي لو عندك واحدة جاهزة من دومين تاني يفضل ان انت ما تعملش حركة ان انت تيمبورت دي جوه دي لأ اراها كويس بتاعت الدومين اللي انت جايبوا منها يعني او القديم ونفزها واحدة واحدة لان ممكن تحصل مشاكل بالذات في دي وفي الدومين كنترولرز دول تشيك واحدة 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 وعملهم كنفيجر بايدك بلاش حتة اليمبورت دي لان في تحصل مشاكل فيش بعض الكونفيجراشنز ما تمشيش مع واحد فامسك دي واحدة واحدة ودي واحدة واحدة نكمل طبعا انا اعمالي هنا في اللاب عشان ايه اوفل على نفسي بس انا بنبيك وانا لازم تعملولها امبورت اه بلاش تعملولها امبورت او تعملولها امبورت واحدة واحدة امبورت ستنج نكست 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 طبعا عندنا الدفولت ودومين بولسي وقعنا التنبيه اللي عليها نكست نكست فانش اللحظ انا ما ابتدأ يدي شوية ارورز هنا فيعني ايه عشان كده بقول لكما اخذوا بالكم دفولت يوزرز جروب بولسي امبورت نكست 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 دي فولت نكست نكست فانش انا داني مايبنگ group policy هنالو امبورت ستن بردو نكست 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 بردو مايبنگ نكست نكست فانش تمام نقول له import برضو next 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 finish نجي بعد الوقت نربط كل group policy بالفولدر اللي هتتنفذ عليه تمام كده نلاحظ هنا يا جماعة ان فيه هنا اي حاكتين في group policy location location دي هتتنفذ على مين في الفولدرات security filter دي group اللي هتتنفذ عليه دي اللي احنا هنا هنستعملها في ان احنا نتحكم تمام ننفذها على مين تمام كده يعني هنا authenticated users قلنا دي هنا كده على الكل تمام كده لأ انا هنا اختار group بعينها تمام كده تتنفذ عليه وهنشوف الحكاية دي ازاي برضو يعني هنا مسلا ممكن ان انت تسحب group policy تشدها وتحطها على الفولدر عطول يبقى كده هي خلاص هتتنفذ على الفولدر ده او ان انت هتعمل وتقول له link group policy معين تمام يعني احنا مسلا اننا هننفذ حتة خليكم معي سؤال يا جماعة دقيقة واحدة نكامل يا جماعة فهنا دلوقتي مفروض ان احنا هنربط كل group policy بالفولدر اللي هي هتتعمل عليه وبعد كده هنحدد ايه اللي هيتنفذ او group policy هتتنفذ على ايه جوة الفولدر ده هل على group ولا على user هنشوف الكلام ده واحدة واحدة احنا دلوقتي عددت ده انا نربط اهو group policy واحدة واحدة يعني لاحظ ان دي انا بربطها باليوزرات العادية اليوزرات العادية دي اللي هي الموظفين العادين يعني اللي هو في الفولدر اللي اسمه body cells ده دول يعتبروا موظفين عاديين بالنسبالي خلاص كده المدرين محتاطين vaccine زي هي المدرين خلينا نقول انه موظفين العاديين body cells والمدرين هم في vaccine خلاص كده بس فclassic shell limit دي احنا كنا اتكلمنا عليها classic shell limit دي لهو بيخلي الناس تشوف حاجة في ال start menu معينة اهو وعايز اقول له مثلا ايه عايز احط group pulse دي اهو شوف كل دول موجودين اهو بيخلي classic shell هاي فممكن اما تسحبها اما تعمل right click وتقول له حطي group pulse بتاعت ايه على دي نلاحظ انه فيه ظاهرة تحتي اهو طيب نلاحظ فيه حاجة برضو استخدام لما نوصل للنقطة دي اهو بيخلي اهو بيخلي اهو بيخلي اهو بيخلي اهو بيخلي هتتنفس فين كل واحدة من دول هتتنفس فين تمام ماشي وبعدين الروق اه اللي هو البتاقل اي تي تي تحت خالص اخر واحدة نلاحظ حاجة هنا يا جماعة فيه حاجة فوق هنا اسمها دي شايفين محطوطة فين دي هتتنفس على كل اللي تحتيها فدي هتتنفس على كل الفولدرات اللي تحت لو انا حطيت جروب بولوسي تحت ده يبقى معنى كده ان انا عايز ان نفز على كل الفولدرات على كل الدومين كله تمام كده وهنا الدفولت الدومين بولوسي دي اللي هي زي الدستور كده تمام وطبعا نلاحظ ان كل واحدة من دول هتبقى اثنتيكاتيدي يوزرز فاحنا مش فرقة معي انا كده كده هتتنفس فعلا على الناس معينة اللي جوه الجروب ده او جوه سوري جوه الارجازيشن يونت دي مثلا على سبيل المسال الادمن مثلا هتتنفز على الفاكسينز احنا قلنا الفاكسينز دول اللي هم اه يعتبروا اه رؤساء الاقسام وطبعا الاي تي كمان هنفز على كلاسيكشل بولوسي عاد من دي على بتوقع الاي تي اللي هنا تمام يعني باختصار هي عملية بنربط جروبات بجروبات او بنربط اه جروب بولوسيز با اه هنا طبعا هي لازال هو بيقولناها مربوطة هنا هنا هنقول ونقوله نختار الادمن باكسينز برضو تبقى كده ربطنا حوالي هنيجي بقى للدفولت يوزرز جروب بولسي والادبانس يوزرز جروب بولسي دول اهم اتنين برضو دي ليه علاقة بان الفولدر بتاع الادارات هيظهر لكل واحد عضو في الادارة دي وده هتتنفذ عالكول انا عايز تنفذ عالكول تمام كده دي هتتنفذ على الورك استيشنز بس اللي هي في حالة دي وقلنا النارف سيلز دي لهم مين المكن انا عايز الورك استيشنز تتبع على ال الوركسي بولسي العادية السيرفرات هيبقى ليهم وحدة هيسمها ده بيصوص سيرفر بولسي وشرحنا دي ايه ودي ايه? تمام كده? يبقى هتتنفذ مين على العادية اللي هي نيرف سيلز. تمام كده? اه دي دي اهو. ده بيصص دي يا جماعة اللي هي العادية. تعتصر الوقت اسمها ده بيصص تمام? هننفذ على دي. ده بيصص بوليسي. نيرف سيلز ده بيصص بوليسي. اوكي. كده ايه? بربطنا كم واحدة. المابينج وده بيصص بوليسي. دي بقى ايه الحتة اللي احنا هنكلم عليها? هننجل لحظ في هنا الهاتف والادفانس هما دول اللي احنا هنطبق بيهم او هنربطهم بالادفانس يوزرز جروب بولسي او الهاتفالت يوزرز جروب بولسي. لحظوا دفولت وادفانس هوا. هلاحظ هنا ايه? انه ادي الادفانس اللي قلنا عليهم دول اللي هيتنفذ عليهم بتاعتنا. ممكن نجري شوية كده. هنيجي هنا او بقى ايه? لجروب بولسي دي. واقفنا عليها اهو. وانه هنربطها فين بقى? هنطلعها فوق هنا. هي يعني هتطبق على كل الدومين. بس استنى عندك. هتطبق على كل الدومين. بشرط. ان لازم يكون. اي حد من الدومين ده عضو في جروب معينة. ماشي كده? فاحنا كده محددينها. ماشي? هنعديها فوق اهو. اوكي? يعني انت ممكن تتحكم جروب يدي تنفذ. يا اما على في ناس معينة يا اما تتحكم فيهم عن طريق جروب معينة جوه الدومين. تمام كده? فكده احنا حطينا الاتنين. هنعمل ايه? هنشيل الاثنتيكات دي. ونقول له حطيه ايه بقى? بس القبل قبل بنعمل الكلام ده. هنقول له هنشيل الاثنتيكات دي ونحط اللي هي الجروب اللي اسمها ادفانس يوزرز. اي بقى يا بابا ثانية يا عهده. طب نيكامل يا جماعة بصوا بقى لما هنيجي نشيل الاثنتيكات دي ونحط الجروب اللي اسمها هنلاحظ في رسالة طلع بيقول لك ايه? لو هتشيل الاثنتيكات دي يوزرز عايزك تعمل خطوة زيادة. ايه الخطوة الزيادة تروح على حتة اسمها وتدي جروب معينة في اسمها دومين كومبيوترز دي جروب بقضو متكرياتا اوتوماتيك بيحط كل الكمبيوترز اللي في الدومين فيها. تمام كده? طيب دي هنعمل ايه? هنروح على ونختار الجروب اللي اسمها دومين كومبيوترز وندلها على الجروب بولس دي. طيب يعني من الاخر بعمل كده ليه? هقول لكم بعمل كده ليه? يعني نفترض دلوقتي ان انا نضيفت الجروب اللي اسمها ادفانس يوزرز تمام? وبعدين خلاص رحت رحت ماشي وساب جروب بولس دي. هل كده هتتنفذ? لا مش هتتنفذ. يعني انت دلوقتي خلاص مختار ومختار الجروب. تمام? هل كده هتتنفذ? لا لازم طالما الجروب دي مش اصنطوكيتي دي يوزرز واي حاجة تانية لازم تروح وتختار الجروب اسمها دومين كومبيوترز وتدي لها ريت برميشن على الجروب بولسي اللي انت هتشيل منها تاني انت عندها جروب بولسي تمام? محطوط فيها يعني الجروب اللي اسمها هتتنفذ عليها جروب بولس دي مش محتاج تعمل اي حاجة خلاص هتعمل جروب بولسي وطالما انت عاجبك زيان انت عاجبك انها تتنفذ عن ناس كلها اشغال زي الفل بس نفرض ان انت عايز تنفذها على مجموعة معينة من الناس فهتشيل دي وتحط الجروب اللي انت عايزه تمام لو شلت وحطيت اي جروب تاني لازم تروح وديف حاجة اسمها دومين كومبيوترز وتديها على ده وقال لها جروب بولسي مش هتتنفذ تمام كده في حالة لو سيب كل حاجة زي ما هي موجودة ودي شغالة خلاص هتتنفذ عادي فيش اي مشكلة خلاص هتنفذ تمام بس لو غيرت دي لازم تروح وتديف دومين كومبيوترز وتديها على دي تمام كده خدوها كده هو نفسه بيقولها كده خلاص كده احنا مش عايزين نفهم ليه انا كل اللي يهمني ان انا عايز مجموعة معينة من الناس يتطبع عليها جروب بولس دي وهو بيقول لي طالما المجموعة معينة من الناس دي مش او مش عضو في جروب تانية يعني لازم تروح وتديف دومين كومبيوترز وتديها زي ما هنعمل دلوقتي هنعمل كده اهو اهو هنروح كده سواء هنرجع تاني كده اهو هنقول له اوكي وبعدين هنقول له اد اد او او نورة لينك اد بانس تمام هون دول هنضرو اسال الاقسام مسلا هو مجموعة في ارسال الاكسام وقدنا هنروح لو الخطوة دي ما اتعملتش مش هتتنفذ تمام نختار ودي عملت معي مشكلة في يوم الليام لما كان عندي ونسيت عمل حركة دي ما تنفذتش بتاعتي وده كان مايكروسوفت كانت عاملها يعني ده في تم وانا ما اخدتش بالي منه غير لما حصلت معي المشكلة دي تمام هنشالها اد وبدان هنضيف بتزيرو اندرسكور اللي هو ادي دفولت اوكي تمام اوكي تمام هروح على طبا لازم نروح على ما ننساش نلاحظ هنا كل واحدة من دول هنا بيقول لك هيتنفذ على وعلى تمام كده فكده انا ما عنديش مشكلة انا كده منفذ الدنيا تمام هروح على ونضيف دومين كمبيوترز تمام واحد يسألني سؤال يعني طب يقول لي ايه ليه بتربطها بالجروب تم لما تعمل فولدر وتحط فيه ناس اللي انت عايزها وتنفذ على على طول مش كلام ده ممكن يتعامل بس الاشيك والاحسن ان انت تتحكم ان جروب بولوس تم عن طريق جروبات لان انا دلوقتي مش كل شوية يعني انا مثلا عندي عشرين قسم هل هعمل فولدر فولدر لكل قسم في الاكتف داريكت راح احط الناس بتاعته جواه مش منطقي انا حط كل الناس كلها في فولدر واحد وبعدين عن طريق جروبات اقوله تنفذ على مين جوه الجوه الجو ده على مجموعة الناس الحسابات على مجموعة الناس كل موظفين في فولدر اسمه موظفين مسلا خلاص كده انا هخلي جروب بولوسي معينة تتنفذ على الفولدر اسم موظفين ده على ناس معينة في قدارة معينة عن طريق جروبات يعني مسلا جروب هقول انه هتخش فولدر الموظفين شوف مين مين فيهم وقوضوا في جروف تنفز عليه جروب بولوسي دي فطبعا الاشك ان انت تتحكم في تنفيذ جروب بولوسي بالجروب مش بالفولدر تمام كده والفولدرات كتير دي برضو بتعمل مشاكل خليك تتحكم اكتر بالجروب وعدلنا افترض ان انت حبيت تنقل الناس من حتة لحتة من فولدر لفولدر شغلانة خليك تتحكم بالجروب احسن ما تتحكم بالفولدر تمام كده نلاحز هنا مسلا ان انا مش عايز قلنا قلنا كل دول نيرف سالس دول كمبيترات فان عايز اشيل دي وهنشوف بعد ما رابطنا كل الجروب الجروب بولوسيس بالفولدرات هنبكدي بقى نعمل شوية تزبيطات بالدفولت ودومين بولوسي عايزين معانا تظهر اليوزارات يلاحظين احنا شرنا هاو خلاص كده مش عايزين دا يتطبق على الفولدر دا عايزين بقى ايه نبتدي نلعب شوية في وحنشوف ازايencing الكلام ده هيتم هنجي هنا هنا هنقوله فيها عايز اليوزارات كلها تشوف خلفية معانة على اجهزتهم تشوف معانة على اجهزتهم تشوفktopجراوند معانة على اجهزتهم تمام خلفية دي مكانها فين فى اللي احنا عملنا له اسمه لو تفتكروا اللي انا قلت عليه فيديو سابق هنشوف العمالة دي هتم ازاي هنروح على دلوقتي بكتب اسم السيرفر وبعدين بدوس عشان يجيب لي كل الفولدلات اللي متشعر على السيرفر ده وهاختار بتاع ده وهو ده اللي جواه الخلفية اللي انا عايز افرضه على الناس والسكرين سيفة اللي عايز افرضه على الناس واللوك سكرين اللي عايز افرضه على الناس ادي زي ادي يا جماعة ادي الخلفية دي اللي هتتنفذ ودي اللي هتتنفذ وفيه طبعا هنا وقلنا عشان اي حاجة تتنفذ يعني عشان انفذ خلفية معينة على ناس معينة يبقى لازم اليوزارات يقدر يوصلوا للفولدر ده ويشغلوا الملف ده طب ازاي هده يوصلوا الفولدر ده لازم يكون متشاير زي فكرة ان انت عشان تخلي ناس تشوف بوسط معين عندك على الفيس لازم تعمله نفس الفكرة تمام هنكوبي ديستي نيشن ده هنفتح هي بقى هنعدل فين اول حاجة هنعدل اللوك سكرين تمام زي اللوك سكرين بتاعة الموبايل كده هنروح نعدلها منين من حتة اسمها كونترول بانيل تمام هنعدل فيها الحتة دي هيتعدل منين من الكمبيوتر كونفجراشن اللوك سكرين بتتعدل من هنا المهم هنروح على ايه هنلاحظ في حاجة اسمها ايه هنا نلاحظ ان فيه تلات حاجات شغالين اولا فورس سبسيفك لوك سكرين يعني ده هيفرض عليه لوك سكرين معينة تمام كده وهنا ممكن تعمل لوك سكرين لليوزر وهو يحاول يغيرها لأ انت هتمنع انه غيرها وهتفرض عليه حاجة معينة وفي الاخر خالص كمان في حاجة اسمها ممكن اليوزر يعمل لوك سكرين من الكاميرا يعني عنده كاميرا مسلا على لابتوب بتاعه ياخد بيها صورة ويعملها لوك سكرين برضو دي هتمنعه فدول التلاتة دول يعني مش مهم يعني فكرة ان انت تعمل لوك سكرين معينة تفرض عليه حلو قوي بس افرض ان هو مفتوح له انه تغير لوك سكرين فايبا كده انت ما عملتش حاجة تمام طيب اين بقى مكانها لوك سكرين دي اهو في الفولدر المتشاير ده بس ده طبعا ده السيرفر ده غلط فانا هنا ايه هحط له اهو اسم السيرفر بتاعي والفولدر المتشاير وهو هنا اسمها لوك.جي بي جي مش بي ان جي تمام كده ايه اوبلاي اوكي تمام وده اللوك سكرين هنيجي بعد كده بقى الحتة بتاعت السكرين سيفر برضو هتتجاب من الوزر كونفجيريشن من الانستراتف تمبلتس برضو هنيجي حتة اسمها او سوري بيرسونالايز هلاحظ بقى هنا في كزا حاجة اولا انيبل سكرين سيفر ممكن اليوزر باختصارش دي جدا يعمل ديسابل سكرين سيفر ما بقاش عنده سكرين سيفر لو عايز يلغي بتاعتك خالص فانت هنا هتقوله انيبل سكرين سيفر يعني لو حبي يعملها ديسابل سكرين سيفر هترجع تاني تشتغل فكده ما يقدرش ان هو يمنع سكرين سيفر او ما يقدرش ان هو يقفلها كل مرة يقفلها وتتفتح مش هيقدر يعدل الخلفية اللي هتحطها هالو دي برضو مهمة مش هيقدر حتى يعدل سكرين سيفر يعني حتى لو حب انه هو يعني افرض ان هو مفتوح لن يخش يقفل سكرين سيفر ممكن يقفلها بس ما هاشتعارف يعدلها واعتقد كمان ان هتمنعه ان هو اساسا يغيرها بالاصل وان هو حتى يفتح او يقفل يعمل سكرين سيفر تمام كده ادي حاجة بروتكت باسورد بروتكت سكرين سيفر لو انت مثلا نسيبت الجهاز للمدة خدوا بالكم سكرين سيفر دي جماعة بتشتغل بعد مدة وعين حاجة اسمها سكرين سيفر تايم اوت يعني تشتغل بعد قد ايه بعد خمستاشر دقيقة ولو اليوزر رجع وحب يقعد على الجهاز والسكرين سيفر شغاله لازم عشان سكرين سيفر تختفي لازم يحط باسورد فالاتنين دول مهمين تمام كده ما يقدرش يغير السكرين سيفر تمام كده ما يقدرش يغيره وفيه ثيم ثيم دي يعني يا جماعة ثيم يعني شكل المينيز يبقى ليها الوان وبتاع دي حاجة اسمها ويندوز سيم فكل ده مع دي مهمة يعني انت ممكن تقول له ماشي طمام كده دي كويسة بس ممكن اليوزر يغيرها فهتقول له ايه تحط سكرين سيفر وتمنع ان يغيرها وتطلع بعد وقت معين ولو عايز ان انت تكمل شغلك والسكرين سيفر تختفي لازم تحط الباسور بتاعت ال اكتف ديركتوري تمام كده كل التفاصيل دي كلها مهمة بس دي مش كيفية بس ان انت تفورس السكرين سيفر المعينة لازم تفورس اولا انيبل السكرين سيفر وبعدين 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 انت تغير السكرين سيفر وتحط باسود على السكرين سيفر وسكرين سيفر تطلع بعد قد ايه والسكرين سيفر هتبقى اسمها ايه تمام كل الكلام ده كله ايه ممكن نكمل كده شوية عليها هتيجي للحتة بتاعت فورس سبسيفيك سكرين سيفر دي ثواني ايه يا بابا ثانية واحدة فنكمل يا جماعة ايه دي مثلا اللوكيشن بتاع السكرين سيفر اوه برضو نفس المكان اهو هنحط برضو في اللوكيشن بتاع او الفولدر بتاع اللي هو برضو لو احنا مش حافظين هنروح وادي وادي المارفل سكرين سيفر اهي طبعا بعد كل الكلام ده كله هنرستارت السيرفر ونشوف جروب بولوسي هتتنفذ ولا لا هادي سكرين سيفر وفيها حي اسمها ثيم يا جماعة ثيم ده ده مقول الويندوز كده شكل المينيوات برضو في ثيم معين كده ملف معين هجيبه يا جماعة السكرين سيفر لازم تبقى دوت اس سي ار لازم تبقى دوت اس سي ار والثيم لازم تبقى دوت ثيم تمام الملف اسمه دوت ثيم تمام تمام اهي دي برضو مكان هنا اهو هنجيب ثيم طبعا المكان بتاع الثيم عندي هنا مش موجود فهحط هنا ملف ثيم معين عندي المكان هو فين اهو هرجع عليكم كده اهو فين بصوا ادي ثيم اسمه ده ده اللي هو الثيم تمام اسمه ثيم فايل تمام هنروح بقى نشاور له هنا عليه كوبي وادي ثيم كده اذا مضبطنا لازم تبقى كده اذا صحنا الاسم يجب وانيجي للدسكتوب وبعدين حاجة اسمها ديسك توب وال بيبر اهي ودي هنعمل لها ستريتش يعني هنفردها بعرض الشاشة لو الصورة صغيرة ممكن يفردها لك يعني تمام ومتنسوش ان انا قيل له يعني مش هيقدر يغير الباك جراوند يعني كل حاجة هتتفرد عليه ومش هيقدر يغيرها تمام كده نيجي بقى الحتة تانية انا عايز ان انا يظهر لي او انا داخل الدومين يقول لي اهلا بك في الدومين الفلاني دي اعملها منين حاجة اسمها ودي تظهر لكل الناس هنيجي في حاجة اسمها تمام في حتة اسمها تمام في حتة اسمها تمام تمام في حتة اسمها بصوا يا جماعة فين اهي في حتة اسمها نص الرسالة يعني اي دخول غير مصرح بي سيسجل وهنخرب بيتك حاجة كده في الحدود دي تمام هنرشي دي مارفل استوديو وهنشوف طبعا بعد ما ننفذ الكلام ده ونيجي نعمل نشوف الكلام ده هيظهر ازاي خلاص كده مثلا اهلا بك في مدينة او دومين تمام كده بعد ما نخلص بقى الكلام ده كله نعمل ريستارت بقى ونشوف بقى الدنيا شكلها ايه هل الكلام ده كله هيتنفذ ولا لا كده احنا نفذنا كل حاجة نشوف بقى العملية اللي عملنا نعمل ريستارت الدنيا هتمشي ازاي هلاحظ بقى التغييرات اللي حصلت ريستارت وقلوا كونتينيو نشوف نلاحظ بقى حاجة نهو جماعا عايز اقول لكم عليها تفتكروا البيدي افاية اللي اسمها ويندوز افنت انا هل سأقول لكم اننا في حاجات في ال افنت لوج لازم نرقبها وكنا عملنا حاجة ان احنا اي ملف على الفايل سيرفر الناس تدخل عليه او اي ملف شيرد على الفايل سيرفر يتسجل في ال افنت لوج الكلام ده عشان يتم لازم تأكتف حاجة في الجروب بولسي فاحنا هنفتح البيدي افاية دي ونروح نشوف ايه اللي لازم نبتعها في الجروب بولسي عشان اسجل دخول الناس على الفولدرات على الفايل سيرفر في حاجة ما لازم تتعامل يعني مش شرط مش كفاية بس ان انت تعرف الايفنت اللي هي لها علاقة بالن احد تدخل على ملف معين رقامها كام لأ عشان العملية دي تتمها اصلا لازم جروب بولسي تتعامل عشان تفتح لك الاوبشن ده حاجة اسمها اودت اوبشن لازم انت تفتح الاودت اوبشن ده عشان تبتدي تسجل من اللي دخل على الفولدرات وهنشوفها دلوقتي برضو زي نفتحها عن طريق جروب بولسي ها تكون ممكن نجري شوية يعني في الحتة دي كده كمان اهو نلاحظ اي بقى هنا يا جماعة اهو الرسالة الافتتحية اي دخول غير مصرح به سيسجل و الكلام ده نخش بقى باليوزر اسمه كريم لاحظة جماعة ان اليوزر بتاعي ده يعني لو كل الصلاحيات يعمل كل حاجة يعنيها مش مقفولة على اي حاجة ماشي كده دي بقى نشوف كده الدنيا هتبقى فيها ايه معلومة كده صغيرة جماعة عايز اقولها انت لما بتخش على الويندوز لاول مرة تمام الويندوز بتعملك خاص بك انت يعني سبيل مثال كريم دلوقتي دخل بيوزر على الويندوز تمام كريم حط خلفية معينة و معينة تمام كده لما كريم يخرج من اليوزر ده من على الجهاز ويخش احمد احمد له خلفية تانية معينة مختلفة تماما معينة مختلفة تماما عن كريم ازاي انا عملية ده بتتم الويندوز بتعملك فولدر تحط به خصائصك انت بتاعت الويندوز لوحديها على جنب ومش خصائصك انت ده بيبقى المزيجة بتاعتك الحاجة بتاعتك كل ده بيعملك فولدر بيحط جوا السي في حتة اسمها تمام كده بيحط حاجتك كلها جوا اسم اليوزر تمام كده ويحط حاجتك كلها جوا جوا السي خلينا بس المعلومة دي نبقى واخدين بالنا وعارفينها نلاحظ بقى حاجة ظريفة جدا هنا نلاحظ حاجة ظريفة جدا اولا انما جافتح تمام هنلاحظ حاجة ظريفة قوي اولا نلاحظ ان تغيرت دي اللي انا عايزها فبالتالي كده خلاص بتاعت الخلفية اشتعلت تمام كده وهتلاقي برده نيجي بقى نفتح نلاحظ حاجة ظريفة جدا هنا ماشى نلاحظ بقى حاجة ظريفة قوي اولا السي رحت فين اختفت السي اختفت تمام كده هنشوف حاجة كمان غير ان السي اختفت هنلاحظ حاجة ظريفة جدا هلاحظ حاجة ظريفة جدا لما افتح هلاقي في فولدر اتعمل كده هنفتح لما اجي افتح اللي هيجرى لما اجي افتح الدي هلاقي في في فولدر اتعمل اسمه تمام وفي يوزر اهو بتاعي اهو كده اهو ده اليوزر نين بتاعي واللاحظ انه بقى في ايه كل حاجتي كل حاجتي لما الويندوز بتدخل عليها الاول مرة بتعملك فولدرات خاصة بالمزيكة بتاعتك والباكجراوند بتاعتك كل الكلام ده كل ده كل ده اتحول من السي راح في دي ماي دوكمنتس يبقى حاجتين حصلوا السي اختفت والدوكمنتس بتاعتي او كل ما يختص بي حاجتي اتنقلت من السي السي يوزر اللي قلنا عليها راحت هنا اهو في دي طيب اولا انا مفروض مايتنفس عليها البولوس دي لان انا دلوقتي كده انا كده متأيد انا راجل دومين قد مايتنفس عليها اي حاجة لا السي تختفي ولا الكلام ده يجرب بالنسبة لي تمام كده الكلام ده يتم لليوزرات العادية تمام موظفين مثلا او كده او الجي امات او كده واحد يسألني طب انت ليه اولا خاف السي وليه حولت الفولدرات من السي لدي اولا اليوزر العادي مش مصموح يخش قلعة في السي سواء جي ام او مدير قسم او كده او يوزر عادي ان السي دي عليها السيستم لو يوزر دخل بغلط دلة فولدر الويندوز او عمل حاجة هاي بها دي للدنيا فانا السي كفيها السي اليوزر العادي مايخشش عليها وبعدين حكته هو بقى اللي في السي اللي هي مثلا الباكجراوند والمزيكة والبتاع بما ان السي تقفلت مش عارف يدخل عليها فبحولها له من السي لدي ادي حاجة ثانيا لو في في فيرس جيه في السي حكته متطيرش حكته بتبعدي تمام كده او انا لو حبيت افرمت السي من اي سبب من الاسباب يبقى مش هتطر ده اللي اتحكته معي فده فكرة ان انا اخفي السي تمام مش اخفيها وبس اخفيها وما قدرش ادخل عليها وحول حكته الخاصة بيه من السي لدي وهنلاحظ في حاجة تانية برضو هتظهر كده برضو مع الوقت هوريها لكم لما حاول افتح الرن حاجة اقول له اعمل لي رن حاجة معينة على فكرة يا جماعة موضوع ان السي تقفل وان الدوكيمتس بتاعتي تتحول هنا هو دي بجروب بولسي تعاملت بجروب بولسي مناشي كده عرفت منين هقول لكم دلوقتي عرفت منين تحديدا ان هي اللي عملت فيها كده وليه تنفذت علي وازاي تتنفذ علي وتقفل علي رغم ان انا اعلى سلطة في الدومين ازاي ده يحصل هقول لكم الكلام ده بس تصبروا عليه شوية مبدئيا اول حاجة استرعت انتبهها قلت طيب خلص اجرب اشوف مسلا ايه اه اه افتح الرن ابص ازا كان في حاجة تانية اتقفلت ولا لأ مسلا لو جينا عاملنا كده مشينا قدام شوية اهو الاحظ مسلا في حوار كده هيتم دلوقتي لما اجي اعمل رن مسلا عايز ان انا مسلا افتح حاجة معينة على سيرفر مسلا او اقول له رن وافتح حاجة بصوا بقى يا جماعة هنا لو فتحت رد كليك ورن قال لك ايه دي سأل لود مش مسموح لك انت تفتح الرن واحد يقول لي طب انت ليه افل الرن كمان اليوزر العادي ممكن يشوف الرن دي قدامه وعن خلال الرن دي ممكن يخش على شيرز بتاعت زميله ممكن يخش على حاجة مش مسموح له يخش فانا افل الرن من ضمن التوصيات اليوزرات العادية السي تبقى مقفولة والدوكمنت بتاعتهم تتحول من السيلة دي والرن يتقفل ده تلات حاجات مهمين جدا يتعملوا وده برضه عن طريق جروب بولسي معمول طب سؤال انا دلوقتي ازاي كلام ده كله تنفذ علي انا دلوقتي كلام ده كله مفروض ما يمنشيش علي انا عن راجل اي تي المشكلة فين هيتوضح دلوقتي يقول لكم المشكلة هتبقى فين بالزبط المهم نعرف انه المشكلة دي سببها جروب بولسي نعرف منين بقى اسم جروب بولسي سبب المشكلة دي احنا عارفين ان احنا عندنا اتنين جروب بولسي احنا قايلين عليهم اللي هو الادفانس والدفولت دول شيك تاك contradictory دول اللي بيقنا Answer او بيحجموا الناس هندور فيhésitez هندور في الاتنين دول والقلن الاتنين دول يتنفذون علي جروبات معينة في الاختف دائركتتery يبقى نفهم من كده ايه ؟ ان انا ككريم عضو من واحدة من الجروبات دي يا اما ان اعضو في الـ ان اما اعضى في الـ انا اعضى في Burg آخر فاعثه في الجروب تواعمل94 فاعثه على الدومان اعندordan اعباد الميما يغلب هذا ما يقول curso للوحد الاختيار 태ام الاخير يغلب لا يزالع اذن اعنا تجلب ان تخبضنا نفسهاN المسا꾸ة Isaiah فاعثه على الجروب هل يغلب خلائص واقف بمسا Dlatego اكثر شدة هو اللي هيهلب. مش الاكتر صلحيات. فحنشوف دلوقتي. فكرة انا ايه اللي حصل لي. انا لو جيت دلوقتي دخلت. في الجروب اللي اسمها. يعني لو مش هنا شوية قدام. لو جينا دلوقتي دخلنا في جروب اللي اسمها. هنجي نخش هناه. في اسمها انيو ادفانس دي اللي هي دي. او خلينا نخش على الاتنين واوريكم. هنا كريم فين? عضو في الاي تي. اللي هو النورا لينك ده انا عضو في الاي تي. نجي نخش في الادفانس. نلاقي ايه بقى? بصوا بقى هنا. كريم عضو في الاي تي. اللي هي الاولا لينك دي اللي هي عضو في الدومين ادمنز اللي هي لها كل الصلاحيات. وفي نفس الوقت عضو في جروب تانية مأيداني. انا هنا هو وهنا هو. فلازم اشين نفسي من هنا عشان العملية دي تتحل. ماشي كده? دي المشكلة. لو دخلت الديفولت انا مجا احطتش نفس في الديفولت. لما انا بقى عضو في الادفانس. يبقى انا هيتنفز على الجروب اللي اسمها ادفانس جروب بولسي. وفي الادفانس جروب بولسي انا اقافل بقى السي وعمل كل كلام انتم شاهدوا دلوقتي. فانا هشين نفسي من هنا عشان يتلغي من عليا التنفيذ بتاع الحكاية دي. ماشي كده? اهي انا عضو في جروب بينهم. طبعا اللاحز انا فيه بيل جيتس وايلون ماسك وجيف بيسوس طبعا يعني القسامة واضحة ومشهورة. انا دلوقتي هخلي في الادفانس دول هخلي قليلون ماسك وجيف بيسوس وكريم رقوف وبيل جيتس هيبقوا في الجروب بتاع Willization طبعا نلاحظ على فكرة ان الاربع دول موجودين في الادفانس وموجودين في الادفانس فانا لازم اشعلهم من هنا وهشعلهم من هناك. يعني اني هشيل ايلون ماسك وجيف بيسوس من جروب الايتي و هتسابهم في الادفانس و هشيل بيل زيتس وكريم رقوف من الجروف بتاع الادفانس ويبقوا في الادفانس بس. ماشي ادي كريم بقى من مين اللي موجود بقى دلوقتي لو فتحنا هنورى لينك دلوقتي هولى جروب بتاع الا اي تي الاسم رونال لينك ده هنشوف الممبرز اللي فيه هنفتح الادبانس مين الممبرز اهو هنشيل بلزيتس يبقى لهم ماسك بس هو ايه و جيب بيسوس هما دول الاتنين دول بس اللي فين اللي في الجروب بتاعة الادبانس ماشي هشيل بل جيتس ونروح بقى على جروب الاي تي يعني بعد ما هنشاهم هنعمل رموف لده هنشيل هنا بل جيتس من هنا نروح بقى فين نروح على نورى لينك نشوف مين اهو بصوا هما الاربعة برضو هنا اهو هنشيل ايلون ماسك و جيف بيسوس ونسيب بل جيتس وكريم رقوف ونروح نشيل بل جيتس من الادبانس يوزرز جروب دي تمام نشيل هكده وابلاي ووكي ونرجع تاني نزبط ايه بقى نزبط الكلام في الحتة بتاعة الادبانس نشيل بل جيتس من هنا بكده العملية زبطت لما نيجي بقى نعمل دلوقتي هنلاحز الفرق بقى هنلاحز ان الجروب بولوسي اه تزبطت والدنيا زبطت معنا والدنيا اشتغلت تمام هنعمل بقى دلوقتي ونشوف الدنيا هتمشي معنا ازاي انا ممكن طبعا شرية هتزبط معنا دلوقتي يقول لكم لو جينا كده هنكمل ماشي لما نيجي بقى ندخل باليوزر بتاعي نشوف بقى دلوقتي انه كل الحاجات اللي كانت معي داني قبل كده اختفت هدخل دلوقتي اه بليوزر اسمه كريم هيا يا بابة ثانية واحدة نكمل يا جماعة فدلوقتي هنعمل استارت وبتدي نشوف هل فعلا جروب بولوسي اه تأسيرها يروح ولا لا اهو السيويت دي زهره تمام كل حاجة زهرة تمام وزي وقادر ان انا اشتغل عادي خالص وفيش اي مشاكل هنعمل بقى ايه دلوقتي هنخش نفتح دي ايه دي اللي هتخلينا نقدر ان احنا نرائب مين من اليوزرات دخل على فولدرات ايه اللي متشايرة على الفايل سيرفر احنا كنا فيديو سابق قلنا الايفنتات دي زي نجابها من الايفنت لوج بس عشان تتسجل اصلا الايفنتات دي لازم اصلا نفتح الاوبشن بتاع الاودت وهنفتحه ازاي هنفتحه من طريق جروب بولسي نقول لو سمحت افتح لنا خاصية الاودت وبعدين نروح على الفولدرات نقول لو سمحت او انه سمحت نقوله بشكل عام كده اعمل لي اه اودت على الفايلات اللي متشايرة على الفايل سيرفر يعني انت عندك دلوقتي مسلا انت عامل اه هنلاحز مسلا حدة الاودتش اهو جروب بولسي دي لو تفتكروا ان احنا دي عملنا في فيديو سابق الارقام دي عملناها في الـ custom view log لو تفتكروا في الفيديوهات السابقة بس عشان ده يتسجل اصلا لازم تدا يتفتح الاول عشان ابتدي يسجل طمام كده عشان نعرف مين اللي دخل على ايه عندي على الفايل سيرفر فهنبتدي نعمل الكلام ده ونعمل الكلام ده مين؟ مش على الـ default domain policy نعمل على domain controller بس ماشي كده على الـ domain controller احنا عارفين ان فيه جروب بولسي هتتعامل على دومين كنترول اللي هي دي. يعني انا مش هعملها على دفولت و دومين بولوس. هعملها على دفولت و دومين كنترول بس ناخد بالنا من حاجة. معظم فيها يعني لما هتكتبها لجات كتير قوي هتكتب. وممكن يعمل ضغط على سيستم شوية. فافضل ان انتو ترقبوا الموضوع يعني اتفعلها فترة وتشوف هل الاداء عندك على السرور يبقى كويس ولا لا. هل اللجات تبقى كتير قوي ده راجت ان انت ممكن يبقى ما تعرفش تمسحهم او تضطر تمسحهم كل فترة فحدة الاودت دي بيزاي تركزوا فيها. وقروا الوصف الكل لها علاقة خاصة بالاودت. هنشوف دلوقتي مسلا احنا كده لو فتحنا وقلنا له اهو مسلا بس طبعا مش قولنا الديفولت هنبقى لو جينا كده واشتغلنا شوية هنفتح من فين بقى هنفتح الاودت بولوسي هتتفتح فين في السيكوريتي اوبشنز حاجة اسمها ادفانس اودت بالبولوسي تمام دي هنفتح هنا حاجة اسمها فايل شير يعني هنيجي هنا اهو كده سواريه نجي هنا اهو نيجي هنا اهو كمان نيجي هنا اهو هنفتح فين اهي حاجة اسمها اوبجكت اكسس تمام هنيجي تاني اهو اوبجكت اكسس اودت فايل شير اي ملفات متشireرة عندك على الفايل سيرفر هيعمل لك عليها اودت يعني مين اللي دخل عليها يعني سواء بقية audit كمان ايه audit يعني مين اللي نجح ان يدخل على file متشاعل على file server ومين اللي فشل ده يهمنا طبعا ممكن يكون hacker فاحنا عايزين نعرف اللي اتنين ال audit وال failure تمام وهنا here byقولك مثلا عسابين مثال هنا بيقولك volume يعني عدد اللوجات يبقى كتير هنا بيصرح لك تتعمل ايه وهنا بيقولك ان volume بتاعه يبقى كبير جدا خصوصا لو انت شغال على file server يعني انت مفعل الخاصية دي على file server او domain controller هتلاقي اللوجات كتير قوي تمام كده لان بطبيعة الحال sysvold folder ده فيه folder اسمه sysvold ده folder مهم جدا في ال active directory كل الناس في ال domain كلها بتخش عليه وبتاكسسه فطبيعا هتلاقي عندي عادة لوجات رهيب ده بالاضافة طبعا للفولدرات اللي انت مشاهرة اللي هي علاقة بالاضارات اللي احنا هنعملها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية فاخدوا بالكم من حتة اللوجات دي كواسة اوان وفي حاجات تانية في نفس ال pdf دي برضو لها علاقة بال audit يعني مثلا عسابين مثال في audit audit للفايل الفايلات المتشاهرة في audit للكماندات يعني ايه يعني انت دلوقتي في اللينكس ممكن تخش فيه لوجه معين يقول لك الوزر الفوراني الفلاني حلو كده فدي برضو تفيدك ان انت تعرف الهاكر عمل ايه في الويندوز مفيش حاجة مشابهة يعني مش بالزبط كده بس في حاجة برضو تعمل حاجة زيها زي بتاعة اللينكس كده بس طبعا برضو زي ما بنقول اه مهلكة وممكن تعمل لوجات كتير وممكن تعمل ضغطة على الماكنة فلازم تجربها بحرص حنشوف برضو الحتة دي تجاب منين يعني حاجة اسمها بروسس تراكين مش فايل مش بيتراك مش بيتراس الفايلات المتشاهرة اللي بدخل عليها لا كمان بيتراس البروسس الكماندات اللي بتتران على الماكنة وطبعا دي تتعامل على ايه مثلا اني فاضل انها تتعمل على السيرفرات ان الوركستيشنز ما يخصنيش ان انا اعمل حكاية دي لان زي ما بنقول هي بتستهلك جزء كبير من الموايرد ممكن الرمات اللوجات هتبقى كتير فممكن نشوف الكلام ده منين اهو دي احنا كنا عملناها وقلنا عليها خلاص نكمل كده وبعدين نيجي فين بقى اهي خلاص خلصنا دي نيجي بقى الحتة تانية اسمها ايه هتيجي الحتة دي سواني هنكملها سواني نمشي قدام كمان سنة بسيطة كده اهي نكمل كمان بص في حاجة هنا يا جماعة ثانية واحدة بصوا هنا برضو نلاحظ حاجة اسمها ايه حاجة اسمها اودت سيكوريتي سيستم اكستنشنز تمام سيكوريتي ده برضو حاجة لي علاقة بالاودت ده بي اودت ايه حاجات معينة برضو جوا الويندوز حاجة اسمها لي علاقة بالسيكوريتي بي اودت الحاجات اللي اتأثر على السيكوريتي طبعا افضل تقروا دي كويس قوي الحتة دي برضو مهمة تمام كده فهنفتحها فين برضو هنفتحها في الودت سيستم اكستنشنز يعني هنروح كده نفتح دلوقتي اهي فين ادي اودت في السيستم في حاجة اسمها اودت سيستم اكستنشن تمام ساكسس وفليور نيجي نقرأ ايه اللي بتاعها بيقولك ايه بيقولك انه هو هنا بيرائب الحاجات اللي لها علاقة بالسيكوريتي يعني عسبيل مثال لما يوزر يخش على الدومين وينجح ان يدخل على الدومين ما هو لازم عشان يخش على الدومين لازم يكلم الدومين كنترول ر ويقول لو انا يوزر اسمي كزا وعندي باسورد كزا 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 وانا عندك بالاسم الفلاني فالدومين كنترولر اكد على كلامه اه انت فعلا يوزر عندي كزا واسمك كزا وعملت كزا دي اسمها دي ما هو بيرائب الحتة دي ماشي هو هنا بيرائب الحتة هنا بيقولك ايه بقى طريق طريق زي ايه مثلا مثلا خدمة معينة تحطت عالسيرفر واشتغلت. تمام كده? ممكن تقروا الحتة دي برضو. وتعرفوا اكتر التفاصيل. وهنا بيقول لك الفوليوم بتاعي هل هيعمل لوجات كتير ولا لا المهم هنكتفها برضو. تمام ونكملها. طبعا مهم ما جيدنا بديفاق ده يا جماعة تقروا الكلام ده بشكل مستفيد. هنجي دلوقتي هنا اهو. ونفتح الحتة بتاعت اللي بتلكوا عليها ان هو هنا بيتكلم على انه بيتراك ايه الكممندات اللي ترنت على المكنة. ودي طبعا هتاخد موارد كتير ولوجات كتير. تمام كده وبتتفتح بطارية معينة لازم تفتح اتنين اه اتنين جروب بروسيز حاجة اسماها وحاجة اسماها اتنين دول. تمام بس خدوا بالكو ان دي بتاخد زي ما بنقول هنا لاحز انها ايه بيقول هنا انها كونسيدر يعني بتستهلك الموارد بشكل كبير. فلو هتفتح دي تأكد انها مش هتستهلك السيرفر منك بشكل كبير. وتأكد ان انت فتحها على السيرفرات مش على كل المكن. وتأكد انها مش مقصرة على السيرفر واداء السيرفر. وتأكد ان اللوجات مش كتير وهتعرف تهندل لعدد اللوجات دي. تمام كده? فهنجي نعملها منين هنا اهو. هنروح على نخش على فين? هنخش على الماكينة نفسها بس خبني كده نرجع وارا شوية. اهو. نرجع وارا. فين? هنفتح. تاني كده هنوري نفتحها منين? يعني هنفتح الماكينة دي كده سواني. هنخش على هنخش على اهو هنخش على الحتة بتاعت اه هنفتح الماكينة. تمام? الماكينة اللي هي دي. الماكينة اللي هنفتحهم. تمام كده? تمام كده? يفضل تقروا يا جمال بدي اف دي بشكل قوي جدا. انا هنعمل كده اهو. ماشي هنرجع الكلام ده. سوالي كده. سوالي جميع عملاش ناسف. عملناها. يعني قلنا موضوع ده وهنعمل بقى دلوقتي. خلاص هناخد بعد ما عملنا كل اللي احنا عايزينه هنعمل هناخد من الماكينة كلها. دلوقتي عملنا جروب بولسي وزبطناها وعملناها. هناخد بقى سكرينشوت من الماكينة دي عشان الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنبتدي بقى ايه نعمل فايل سيرفر ونعمل اديشنال دومين كنترولر. يعني هنعمل اديشنال دومين كنترولر. وهيبقى فايل سيرفر في نفس الوقت. فعايزين بقى كل اللي عملناه في خلال الخمس ست سبع لابات اللي فاتوا دو ناخد منه نسخة. وطبعا ما تشتغلش على الماكينة وهي بتاخد آآ سكرينشوت او سنابشوت. تمام? هيكمل كده لحد ما يوصل للنسبة بتاعده. نكمل كده. طبعا ناخد سنابشوت بدعيتنا عادي جدا. وبعدين بنلاحز ان مثلا هنا الكلاسيك شيل مفتوح لي فيه كل حاجة طبعا نتنفذ عليه كلاسيك شيل آآ ادمن بولوسي. فاتمنى يكون الفيديو مش طويل عليكم. وتعملوا طبعا نسبسكرايب للقناة وشير لو عجبكم الفيديو. وان شاء الله الله نتقابل على الفيديو اللي جاي. شكرا جدا ليكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.